بعد ما شرحنا ال view range تعال نشوف مع بعض ازاي نوزع ال air terminal وازاي نتحكم في موضوع ال view range ده اخر حاجة انا وصلت لها بعد ما وزعت الميكانيكا الاكوبمنت بتاعتي ودي الفان كل يونت بتاعتي هروح على systems عايز الوقت احط square diffuser هروح على systems air terminal هقوم نازل من هنا هختار ال m supply diffuser اللي هو 60 في 60 العاد هاجي كده هحاول هنا احطه مش عايز يظهر لما اجي اقوم ده نقص الورنينج اللي ظهر لنا قبل كده وانا بحط الفان كل يونت اللي هو بيقول اللي انت الرسمت ده تترسم لكن هو مش موجود في ال view ده دلوقتي فانت ممكن تدور هو ممكن يكون موجود فين او انت ممكن تكون لغيه من خلال ال vv ان احنا شرحناه في الاول خالص لتتحكم في اخفاء وظهر حاجات معينة او elements معينة فانا ممكن يكون مسلا اصدق ايه ان انا مسلا عامل vv هنا كده و عند ال air terminal اكون مسلا لغيها لكن انا وهوات ما فيش اصلا ال air terminal اكيد مش هبقى لغيها اولو ماشي شديده شكرا جدا هوم رايح ساعتها افكر بعد كده انا هوم رايح على ال floor plans هاجي عند الدور التاني كده اه هلاقي فعلا ان انا رسمت diffuser بتاعي طيب اما ليه هو اللي مش ظاهر هناك هاجي امداز كده هلاقي عشان هو هنا 00 طيب فيه ايه لما يكون 00 ده معناه ان هو مش باين فوق وده ال view range اللي احنا اتكلمنا فيه طب تعالوا نحاول برضه هنا نفهم view range اكتر واحنا بنوزع الايه ال diffuser لو انا رحت جايب ال section ده كده وحطيته هنا عملت right click go to view هلاقي ايه فعلا ان هو نازل في 00 زي ما احنا قلنا ليه هو نازل هنا في 00 لان انت عندك ال families تتقسمنا حاجتين host family و non host family او generic family فهو دوت هنا اتعمله هو generic لكن اتعمله زي host على ال level اللي هو ايه بتاعنا اللي هو zero هنا لكن فيه families ثانية زي sprinklers هنشوف قدام بعد كده هيتعملها host على السقف الصائد طيب نرجع لموضوعنا انا هوم مسك ده كده هوم نطلعه بايدي لحد السقف بتاعي هبص كده على ال offset بتاعه هلاقي 2338.4 حلو او 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 راجع للايه لل floor plan بتاعي اه مش ما هو مفروض كان مكانه هنا طب ليه هو هنا مش ظاهر يبقى بعد كده هبدأ افكر ان انا او 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 رايح لل view range او 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 رايح لل view range كده اهي view range edit ده جماعة top وال cut plan وال bottom وال view depth اللي احنا اتفقنا عليهم طيب احنا حطينا ال air terminal على ارتفاع كام على ارتفاع 2438.5 او اربعة من عشرة حاجة بص هناك للبوت لل top بتاعي هلاقيه ايه 2300 يبقى اقصى ارتفاع الرفت شايفه 2300 وانا حاطت ال air terminal 2000 على 2400 ده معانا لو انا رحت جايه هنا كده وخليتها 2600 ودست apply ظهرت معي ده كده جماعة top احنا فاهم نعودة top بيعمل ايه اقصى ارتفاع انا محدده الريفي تشوف لحد فين طب تعالوا كده نجرب موضوع bottom وال view depth وقوم دايس هنا كده اوكي وهارجع تاني للسكشن بتاعي وهو قوم نازل لتحت كده وقوم حاطتها ايه في مكانها تاني وقوم راجع تاني هنا هاجي عند كده ال view range وقوم عمل edit وقوم جايه عند ال bottom وهخليه 500 وقوم دايس هنا ايه apply مفروض ال air terminal ما يظهرش طب هو ليه هنا ظاهر لانه زي ما قلت لكم قبل ايه زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان في حاجة اسمها view depth view depth ده بيبين اللي تحت الايه اللي تحت البطن بتاعي فلو جيت عند كده ال view range على view depth بكام زيرو فطبيعي جدا ان انا ابقى شايفة لكن لو اروح تعملتها 500 زيها هي كمان هتختفي وده كده تطبيق سريع على view range طب نرجع كل حاجة زي ما كانت نخلي بي zero ودي كمان زيرو ودي 2600 زي ما هي او نخليها نخلي طب بتاعنا احسن ثلاثة ربع مية عشان لما نجي نرسل الدكتور حاجاتين اوكي حتى هي كمان اللي ايه mechanical equipment بدأت تظهر معانا هاجي كده اروح مرايح لل ceiling هلاقي طبعا التعمة خفية ليه لان انا لساعدتها في الارض ومطلحها بايدي كده او ممكن اعمل لها move امره move هاجي من عند موديفاي همسك الحاجة وعمل لها move من هنا لحد هنا كده هرجع تاني لسيلينج بلان بتاعي وحلاقي نفسي ان الدفيوزر اتحط زي ما هو همسح السيكشن انا خدته وهبدأ اوزع كذا دفيوزر ممكن اقوم حاطة واحد هنا كده وقوم واخد منه copy وقوم موزع مثلا هنا كمان طيب اذا اوزع هنا كمان هعود باقى امسك كل واحدة وعمل لها copy لا بوم معلم copy ومعامل لها multiple وconistrain ده conistrain يعني تمشي في خط مستقيم او مثلا واحدة لحد هنا كده وممكن بس كده ده هي full كده انا وزعت air terminals ممكن ابدأ احطها بس في القوضة اشانا يبقى يعني كديزاين يبقى يعني مقبول شوية طيب لو انا عايزة اكبيل اربع اسهم دول لو هم مثلا ميديقي اني بعلم عليها كده او هم رايح على الابرو رايت ار اهوت وهو معلم عليهم ان هما يختب وكده اكون وزعت ال air terminals بتاعتي لو عايز اوزع return كمان نفس الطريقة systems air terminal المرة دي انا عارف على طول الافست بتاعي لانا مجرد اعمل من هنا كده اقوم باس على ال air terminal ده الافست اهو control c systems air terminal اقوم اختار return ومعامل ctrl v واقدر احطها هي ظهرتلي على طول هنا واحدة هنا كده ومسلا واحدة هنا وكده اكون وزعت اقوم باس اسكي بمرتين وكده اكون وزعت ال air terminal زبتاتي اشتركوا في القناة